مرسوم تنفيذي جديد يقر بتنظيم المديريات المركزية بوزارة التربية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي والمدرسي لموسم 2019-2020 وقرى المرسوم تنظيم أربع مديريات مركزية ويتعلق الأمر بمديرية التعليم الابتدائي التي تكلف بالصهر على تحقيق مبدأ التمدرس الإجبالي لأطفال وضمان تكافؤ الفرص وإعادة التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقيس التنظيم المدرسي وقواعده والمشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الابتدائي وتشخيص ملامح تخرج التلاميذ كما شمل التعديل والتنظيم مديرية التعليم المتوسط المكلفة بضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتوسط في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة مع ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي لتعليم التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم لآخر بخصوص مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فقد شمل التنظيم في إعداد مدونة الوسائل التقنية والبيداغوجية مع إعداد جهاز توجيه مدرسي والصهر على متابعة تنفيذه بالتشاور مع الهياكل المعنية بالإضافة إلى تعديلات شملت مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص فيما يتعلق بالتحضير واختيار فئة تلاميذ الثانويات ذوي المواهب المتميزة في مادة أو عدة مواد لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية